لا يأتي رئيس حكومة جديد إلا ويدشن بداية عهده بالدم هكذا تسير الأمور في العراق منذ أن أصبح التظاهر ضد فساد السلطة واستبدادها جريمة في عرف الأحزاب الحاكمة الناصرية أول مدينة يدشنها عهد السوداني بقتل وجرح عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف سرقات الأحزاب والمطالبة بحقوقهم المنهوبة فسارعت القوات الحكومية على الفور بالرد عليهم بالرصاص في ساحة الحبوب بداية دموية تكشف عما هو قادم وتسم ورقات الإصلاح المزعومة بدم الشهداء لتكون شاهدة على عهد قمعي لم يتغير وإن تغير رؤساء الحكومات حدث كهذا لا بد من التعاطي معه حكوميا لمحاولة احتواء الموقف لا أكثر أقيل مدير شرطة محافظة ذيقار وأطلقت الوعود بتشكيل لجنة تحقيق بالقضية لكن النتائج في عرف المتندرين من إجراءات السلطة ستكون باتهام طرف ثالث باستهداف المتظاهرين كما هو معهود عند حدوث كل مجزرة أما القتلة الحقيقيون فلا يمكن محاسبتهم ولسيما إن كانوا أصحاب نفوذ في الدولة العميقة العراق الذي تحول إلى بيئة من الخوف والترهيب كما وصفته بعثة الأمم المتحدة ما زال يقيد حرية التعبير في البلاد ويعد الرصاص الوسيلة الوحيدة لإسكاة صوت المطالبين بحقوقهم المشروع هذه الوسيلة كما أنها لم تتغير بشعارات إصلاح السوداني كذلك لن تفلح في إيقاف التظاهرات فما إن سقط شهداء في الناصرية حتى سارعت واسط والقادسية إلى تلبية نداء التضامن وخرج الثوار في تظاهرات احتجاجية على قتل المتظاهرين منذرين بانطلاق موجة جديدة من ثورة تشرين شعارها طالما أن ساحة الحبوب تنزف فالعراق كله ينزف